شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الخامس من مواقف رمضانية من السيرة النبوية في رمضان من السنة الأولى من بعد الهجرة كانت سرية حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه إلى سيف البحر وسيف البحر مكان وقبل أن نتكلم عن الجهاد في سبيل الله الذي بدأ في رمضان نتكلم عن أخلاق المسلمين في الجهاد علي بن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن قتل النساء والصبيان كما في الصحيحين ويقول بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا قال ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أهزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أهزوا ولا تهلوا أي من الغنائم ولا تغدروا ولا تمثلوا أي بالجثث والقتل ولا تقتلوا وليدا أي طفلا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وذكر أولا الإسلام ثانيا أبوا الإسلام الجزية فإن أبوا فالجهاد في سبيل الله وأبو بكر رضي الله عنه قال ليزيد بن أبي سفيان وستمرون على قوم في صوامع لهم احتبسوا أنفسهم فيها فدعهم حتى يميتهم الله فيها على ضلالتهم يا يزيد لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا صغيرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شجرا مثمرا ولا دابة عجماء ولا بقرة ولا شاة إلا لمأكلة أي إذا أراد أن يأكل من الشاه أو اللحم قال ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغلل أي من الغنيمة ولا تجبن هذا شيء من أخلاق المسلمين في الجهاد ومن أراد المزيد في هذا الباب فليراجع الكتاب الوافي لله الحمد والمنة يقول الأستاذ إهاب كمال أحمد في مقاله الرائع قتل الأبرياء بين سماحة الإسلام وشرائع الإجرام يتكلم عن أحكام غير المسلمين يقول وإن هذا ينسجم تماما مع الهدف السام للحرب في الإسلام فإنها وسيلة لإصلاح الناس وإرشادهم وإذالة للعوائق التي تحول دون اطلاعهم على الدين الصحيح ولذلك فلا يجوز في دين الإسلام أن يقاتل المسلمون رغبة في التدمير ولا إذلالا للناس ولا تعذيبا لهم كما كانت تفعل بيوش الأمم الأخرى كاليهود والنصارى الذين كانوا يذلون الشعوب ويدمرون كل شيء لأعدائهم مدنهم ومزارعهم وحيواناتهم منفذين في ذلك تعاليم كتابهم الذي جاء يأمرهم بالقتل والدمار اسمع إلى هذا الكلام اسمع أخي واسمع أختي قال قد جاء في كتاب اليهود والنصارى المعظم عندهم جملة من النصوص التي تحث على قتل الضعفاء من الأطفال والشيوخ والنساء ومن ذلك يا بنت باب المخربة طوب لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا طوب لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة راجع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان وهنا يقول طوب لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة يقول أستاذ هاب هل تتعجب من ذلك؟ أقول لم يأتي أوان التعجب بعد فإن الأمر لا يتوقف على مجرد قتل الأطفال فقط بل قد تعد ذلك لما هو أبشع بكثير مما قد لا تتحمل الطاقة الإنسانية مجرد تصوره إنه الأمر بقتل الأجنة في داخل بطون أمهاتهم بشق تلك البطون كما يوضح النص التالي قال تجاز السامرة لأنها قد تمردت على إلهها بالسيف يسقطون تحطم أطفالهم والحوامل تشق لاحظوا أن كل هذا له مصادره التي وثقها وهي أيضا موجودة في كتاب الواف ولله الحمد والمنة قال ثم إن الأمر غير متوقف عند قتل الأطفال فقط بل هو شامل لجميع الأبرياء من نساء وشيوخ كما جاء في سفر حزقيان قال لا تشفق أعينكم ولا تعفوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك قال الأساس زهاب ثم يتعدى الأمر بني البشر ليطول هذا الإجرام حتى العجماوات التي لا تعرف بأي ذنب الكتلة كما جاء في النص التالي فالآن اذهب واضرب عماليقة وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم بل اقت الرجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا يقول أستاذ زهاب لن أقول قارنوا تلكم النصوص بنصوص الشريعة الإسلامية التي نقلناها آنفا فأين الثرى من الثرية وأين طرهات وضعها حثالة الخلق من شريعة خالق الخلق ومالك الملك ولكن أقول أين دعاة التحضر والمتشدقون بالمبادئ والقيم الإنسانية من هذه النصوص الدموية وهم يلمزون شريعة الإسلام لأنها تقطع يد صالق معتد أين جمعيات رعاية الطفولة من نصوص تأمر بقتل الأطفال والرضع بل حتى الأجنة في بطون أمهاتهم إن الذين اختروا أسلحة الدمار الشامل وقذفوا الشعوب بالقنابل الذرية التي أتت على الأخضر واليابس وسببت من الدمار والإفساد ممتد أثره لعشرات السنين وهؤلاء الذين قتلوا أطفال البسن وكسوفة وبقروا بطون أمهاتهم وارتكبوا جرائم بشعة تقشر الأبدان من تصورها ويبقى عاروها على جبين تلك الحضارة المزعومة وأولئك الذين ألقوا أطنان المتفجرات والمواد الفتاكة على أطفال فلسطين الأبرياء فحرقت أجسادهم وقطعت أوصالهم وبترت أطرافهم فطرقتهم بين الموت والعجز أقول إن أولئك القتل جميعا هم إفراز طبيعي لتلك التعاليم الإرهابية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين